السلام عليكم اهلا بكم في الجزء الثالث من سلسلة الفيديوهات التعريفية للويب سايت الجديد لمدرسة منارة هليوبلس klaster.com في الفيديو الاول احنا عرفنا overview كده للداشبورد كلها كل حاجة معناها ايه ولو انا عايز ايه اعرف اجيبه منين وفي الجزء الثاني او في الفيديو الثاني عرفنا جزئية classwork homework وقدرت اعرف ازاي بدخل بشكل يومي عليها وعرف التيتشيرز بتوعي بعطولي ايه النهاردة في الفيديو التالت ان شاء الله هنقدر نعرف ايه الassignments المطلوبة مني وازاي ان انا احلها وابعتها للتيتشيرز بتوعي طيب الassignments انا ممكن اجيبها من مكانين المكان الاول ممكن من الكالندر نفسها بتظهر عندي الassignments online homework باللون الاخضر ممكن ادوس عليها فيفتحلي الassignments على طول ولكن انا هنا دلوقتي عايز اجيبها من الليست اللي عندي في الشمال دي فانا عندي كلمة progress بدوس عليها بيزهرلي assessments and assignments بدوس علي assessments and assignments وداني directly للassessments and assignments طبعا انا دلوقتي محتاج ايه محتاج الassignments فهدوس هنا في النص على كلمة assignments ظهر عندي هنا three assignments موجودين اول واحدة هي adding three digit numbers تالي واحدة هي unit one grammar تالت واحدة الوحدة الاولى اللغويات طيب انا عندي تحت كلمة assignment هنا في الكلمات دي عندي new assignment in progress responded submitted submitted وreviewed وcompleted طيب انا دلوقتي لو انا عايز اعمل search على new assignment فبخلي بس new assignment هي اللون هاخدر طيب لو انا عايز اعمل search على الassignments الcompleted فاروح اعمل على completed جابلي الassignments الcompleted وهكذا طيب خلونا دلوقتي نعمل search على new assignments خلونا مثلا ناخد unit one grammar هنا ظاهر عندي المفروض الصورة بتاعت التيتشر والنيم بتاعت التيتشر المارك فاضية لان انا لسه ما عملتش اي حاجة في الassignment الtitل بتاعت الassignment unit one grammar available from 27.8 لي 31.8 معنى ذلك ان بعد يوم 31.8 الساعة 9 انا مليش اي access ان انا خش على الassignment وعدل اي حاجة طيب الستيتس بتاعتي موجود ان ده new assignment 10% 10% ده نسبة البروغرس اللي موجودة في الassignment 10% معناها ان انا استلامت الassignment ما عملتش فيه اي حاجة طيب بدوس هنا take assignment طلع لي ان التيتشر بعتلي الinstructions answer these questions وهنا فيه file فانا هدوس download للفايل هنا الفايل اتعمله download عندي فبدوس عليه بفتحه ظهر عندي هنا بعمل enable editing طبعا فظهر عندي هنا الquestions اللي التيتشر بعتها لي طيب هبدأ ان انا احل وابعد تانية للتيتشر طيب هحل ازاي فيه كذا option ممكن مثلا ان انا اغير لون لchoice مثلا عندي هنا they learn ولا are learning ولا learns ولا learning a new lesson today فمثلا هروح عامل بغير اللون نعمله مثلا ازرق او خلينا نعمله احمر وهكذا اي لون احنا عايزينه فكده انا بيانت للتيتشر ان دي الاجابة الصحة وهكذا بعمل كده في الباقي طب مثلا لو عندي سؤال rewrite I go to the club every day tomorrow باجي هنا بدوس عند ال dots وبامسح ال dots وببدأ ان انا اكتب ال answer بتاعتي I am going to the club tomorrow اقدر برضو ان انا اغير ال color بتاع ال answer دي خليه برضو احمر وهكذا تمام وبعمل save file وبقفل باجي بقى هنا عند الجزئية دي تحت انا ممكن هنا اكتب description للتيتشر ممكن اقول مثلا I answered all the questions واقدر ابعت الفايل تاني للتيتشر ولكن ياريت في الجزئية دي ان انا لما احب ابعت الفايل تاني للتيتشر ان انا اغير اسم الفايل ياريت ان انا اغير الفايل ويكون باسمي انا علشان لما الفايل يروح للتيتشر ما يحصلش اي لخبطة يعني التيتشر بعتالي الفايل باسم unit one grammar فانا لما ابعته لها ابعته لها باسمي علشان التيتشر تكون عارفة يعني الفايل ده بتعمل طبعا هي التيتشر هتكون عارفة بس يعني ضمانا يعني بنعمل في الاخر save draft لو انا لسه قدامي ال due date لسه فاضل عليه كم يوم وانا مجرد بس عايز اعمل save draft والتيتشر ما يوصلهاش حاجة بحيث ان انا ممكن اعدل قبل ال due date بتاعي او ممكن لو خلاص انا 100% شور من ال answers بتاعتي فبروح عامل save and submit طيب دلوقتي انا عملت ايه بدور بقى عليه خلاص في الجزء بتاع ايه submitted جاب لي هنا هو unit one grammar submitted 50% طب ليه 50% لان انا دلوقتي عملت الجزء اللي عليا ومستني بقى التيتشر تشوف ال assignment بتاعي وتصححه طيب once in the teacher شافت ال assignment بتاعي وصححته وبعاتتلي الرد فبدور عليه فين بدور عليه في ال part بتاع بالضبط completed فبدوس هنا على completed طلع لي ده مثلا كان assignment انا عامله قبل كده تمام ده كان unit one vocab ظهر عندي هنا title وظهر عندي due date وال states بتاعته completed اهي 100% لان الموضوع خلص وعندي name of the teacher والmark بتاعتي 10 طب انا عايز اشوف ال history بقى بتاع ال assignment ده خلونا نشوف مع بعض هنا انا عندي three files خلونا نشوف ايه هما اول file please answer these questions بعمل download لل file فظهر عندي ايه بالضبط ظهر عندي ال sheet الاصلي اللي التيتشر كانت بعتهولي فاضي تمام طيب خلوني اشوف انا لما بعتتلها ال sheet بعتهولها ازاي فبعمل download اهو ده الرد بتاعي المفروض تمام انا بعت لل teacher برضو الفايل محلول بالشكل ده زي ما عملنا سوا في الفايل بتاع grammar طيب ظهر عندي هنا بقى ده الرد بتاع التيتشر ده هو اخر حاجة المارك هي 10 تمام وعندي الفايل الاخير ده returned by teacher طيب returned by teacher ده عبارة عن ان التيتشر نزل الفايل المحلول اللي انا بعتهوله وهو صححه وبعتهولي بقى متصححه طيب خلونا نشوف عملت download اهو ابدأ افتح الفايل بيظهر عندي الشيت بتاعي بالاجابات بتاعتي والتيتشر كاتبلي على الانثور correct ده بالزبط الشكل اللي هيحصل طول السنة باذن الله تمام يبقى دلوقتي احنا الخطوة اللي عملناها سوا ان احنا استلمنا الفايل بتاع التيتشر وعملنا له download وحلناه وبعتناه تمام ده اجبتلكو assignment قديم كم معمول عشان نشوف التيتشر بيبعثلي المارك ازاي وبيبعثلي الcorrected version ازاي فده هنا الcomplete ده 100% والمارك مكتوبة عندي ايه تاني new assignments خليني اعمل search تاني واشوف عندي adding three digit numbers ولغويات الواحدة الاولى برضو هعمل take assignment وهعمل خلونا نعمل take assignment هنا العربي اقرأ الدرس ثم اجب على الاسئلة برضو بعمل نفس الكلام اللي انا عملته قبل كده بعمل download للفايل وبحله وببعته للتيتشر ده موضوع assignment عرفنا ازاي بندور على assignments ازاي لو انا عامل مثلا submit assignment بجيبها منين بدوس هنا بختار ال states بتاعت الassignment بتاع عشان يطلع للassignment اللي انا عايز ادور عليها لو عايز completed فها search في completed لو submitted هتطلع لي لو new assignment هتطلع لي اتمنى يكون الفيديو فاتكو وان شاء الله استنونا في الفيديو الاخير بتاع الكوزز شكرا السلام عليكم